وعشر وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أنه تم طرح بعض الأفكار مع مصر وقطر بشأن مقترح الهدنة في قطع غزة كما أضف بلينكين أن مصر لعبت دورا حيويا في الأزمة السودانية كما تمنى دورة المصرية في بدل الجهد لحل الأزمة السودانية واستضافة ألاف اللاجئين على أرادها لا تزال مصر شريكا لا يمكن الاستغناء عنه في السعي وراء هدنة في غزة تعيد الرهان وتخفف من معاناة السكان في غزة وتؤسس لسلام طويل الأمد أريد أن أشكر الرئيس ووزير الخارجي أيضا على التزام مصر بهذه الأمور وناقشنا أهمية تحقيق هذه الصفقة وهذا سوف نستمر بالسعي إليه مع نظرائنا ونحن نعتقد أن الهدنة ستكون أفضل طريقة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف المخاطر على الاستقرار الإقليمي